اكثر من سبعين موقع لصهر المعادن وحرق المخلفات الصلبة والنفايات السامة اغلقتها وازالتها قيادة وعمليات بغداد بعد حملة واسعة نفذتها القطعات العسكرية والامنية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد قائد العمليات اكد ان هذه المواقع كانت تشكل ضررا على صحة المواطنين نتيجة انبعاث الرواح والغازات السامة منها نتيجة الانبعاث غازات ورواح كرهة فيها جواب بغداد وحسب توجهات دولة رئيسي الوزراء القائد العام قوات المسلحة المحترم شرعت قيادة عمليات بغداد بحملة كبيرة بغلق كثير من الكور لصهر المعادن تم غلق ما يقارب 76 كورة وهذه كلها مخالفة للشروط تقع في مناطق شرق القناة وايضا تم توجيه جميع القطعات بغلق جميع الاماكن التي يتم فيها الحرق النفايات التي تؤثر على البيئة وعلى المواطنين ميدانيا واصلت قطعات الشرطة الاتحادية بالتنسيق مع دوائر ازالة التجاوزات التابعة لامانة بغداد رصد مئات المواقع المخصصة لصهر المعادن او ما يعرف بالكور واماكن اخرى للنفط الاسود تشكل تحديدا للبيئة في مناطق شرقي بغداد حسب تأكيدات قيادات امنية في الشرطة الاتحادية تم ازالة كور صهر وحرق مواد معدنية في منطقة بستان سامي في حسينية المعامل وعددها 76 كورة هذه الكور كانت تؤثر على المناطق السكنية وعدة مرات صارت حالات تسمم وتم غلقها قبل شهرا من الان الان حصلت الموافقات الرسمية بالتنسيق مع محافظة بغداد وامانة بغداد وبحضور الجهد الخدمي لازالة التجاوزات في امانة بغداد والحمد لله وشكر تم ازالة هذه الكور بالكامل ندوانم شكاوي الاهالي وكذا فان شاء الله نفذنا الواجب بالكامل زننا الكور كلهن ما خلينا اي كورة اي شيء كل زننا قيادة عمليات بغداد ومن خلال قطعات الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية وبالتنسيق مع امانة بغداد تنجح في ازالة عشرات المواقع التي تقوم بحرق وصهر المعادن والنفايات السامة والتي تسببت في حدوث تلوث بيء عدد كبير من مناطق العاصمة بغداد من شرقي بغداد حسام التميمي العراقية الاخبارية